قلال ندوة حول موضوع الإعلام الوطني آلية لتصدي الافتراءات أعداء الوحدة الترابية للمملكة نظمت من قلب مدينة السزاق على بعد بضع عشرات كيلومترات من مخيمة تندوف على التراب الجزائري دعا خبراء وباحثون إلى جعل الإعلام آلية محورية ضمن آلية الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة باعتباره أداة على درجة عالية من الأهمية لإبراز المعطيات الحقيقية للنزاع المفتعل في الصحراء ودحظ الإجاعات والأخبار الزائفة التي يرويجها الإعلام التابع الخصوم المغرب وقد واكبت هذه الندوة فعاليات الدورة الثالثة من جائزة وادنون الوطني الكبرى للصحافة والإعلام المنظمة من طرف المجلس الإقليمي لأسا الزاق بتنسيق مع عمالة الإقليم والمجلس الجماعي لأسا وبشراكة مع فرع جهة قلميم وادنون للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وقد أكد المتدخلون أن النجاحات الدبلوماسية المتتالية التي حققها المغرب في ملف الصحراء وسعت دائرة الدول المؤيدة لسيادته على أقاليمه الصحراوية لتنضم إلى الدول التي تتبنى موقفا متأصلا من هذه القضية كما أن تعاطي الإعلام الدولي مع ملف الصحراء المغربية بحسب المتدخلين أخذ منحا إيجابيا بالنسبة للمغرب خلال السنوات الأخيرة حيث أصبحت مجموعة من وسائل الإعلام تتبنى توجهات تتجاوز المنح التقليدي الذي كان يتستر خلفه خصوم الوحدة الترابية للمغرب